معنا على التليفون أستاذ محمود البدوي الخبير الحقوقي أستاذ محمود أهلا بحضرتك ومن الواضح أن بيان البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان في مصر كان مسيساً ولخدمة أغراض بعينها هدفها التدخل في الشأن المصري تعليئكي طيب تحياتي الحضرتك طبعاً للمستمعينك لا يخفى على أحد أن فكرة الابتهمات على خلفية وجود الانتهاكات ستتعلق بملفة حقوق الدولة المصرية أصبح تريند عند أعداء مصر أي مكان أسماءهم أي مكان شكلهم أي مكان كمان الاتفار اللي بيتخفر منه النهاردة ما بيطلع بيان بمثل هذا الأمر ده يؤثر على أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بفكرة السيادة الوطنية للدولة المصرية ولا يعترف بأن مصر دولة من أهم دول المنطقة أو أهم دول العالم التي قدمت رؤية جديدة من بعد تولي القيادة السياسية والإدارة الحالية في 2013-2014 قدمت مفهوم جديد وتجربة جديدة عن طعات الدولة المصرية مع ملفة حقوق الحريات سواء في مكونها الأول المتعلق بممارسة الحقوق المدنية والسياسية أو في مكونها الثاني المتعلق بممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية نهاردة الدولة المصرية التي أجرت أكثر من استحقاب انتخابي واستحقاب دستوري شهد لهم القاسي والداني من بر مصر ومن جوة مصر بمدى جودة ونزاهة هذه العمليات الانتخابية وأنها جاءت جميعها متوفقة مع المصر التي حقيتها كافة المواصفة الدولية بما يخص مع معيار مدى جودة الانتخابات أو مدى جودة هذه العمليات الانتخابية مشاهد بهذا المراقبين أو المتابعين سواء من داخل مصر أو من خارج مصر نهاردة ما تجي تكلميني في مرحلة أخرى أو في طرح آخر على فكرة أن الدولة المصرية استطاعت أن تنهض بحقوق المواصن المصري وتسن التشريعات كمان في دكتورها المعدة في 2014 تحط 25% من جملة الترتيب الخاصة بهذا الدكتور بتتحدث عن كفالة الحقوق والحريات ومدى الكزام الدولة المصرية برعاية الحقوق للحريات في 25% من جملة دكتورها المستجدة أو المعدة في 2014 النهاردة ما تبتلي تتكلميني ويخرج حديثك بس مش من مجرد طنطنة بأحديث ولكن خطوات على أرض الواقع لترفعي شأن المواصن أما كده النهاردة بتقدي على حزام العشوائيات اللي كان بيحيط بعدد من محافظات الدولة المصرية سواء في القاهرة أو في السندرية اللي شاف أو أظن هم شافوا ولا ما تخوش أنا مش عارق أما شافوا على غط العنب والأثمارات 21 و3 وابتدوا النهاردة كمان مصر تشتغل على ملف رفع المستوى الخاصة في المواصن والسكن الملائم النهاردة ملف كمان عندي إزاي ملف الصحة العامة الدولة المصرية تعمل مشاريع ناجحة زي 100 مليون صحة النهاردة ما نشوف مثلا مشاريع زي تكافل وكرامة كل هذه الأمور بيقول أن الناس دول يعني غضوا الطرف صحيح واختيارا حطوا نظار السوداء على عميهم عشان مجموش الدولة المصرية وده بيأكد على مدى حالة الطرف في الدولة المصرية صحيح إيه المحرك وراء كل دوت هقول لي النهاردة ما تلاقي أن حاج زي ماكرون بيمثل دولة اسمها فرنسا لها ما لها من وضع وحيثية واعتبارها في وقت العالم النهاردة ما تلاقي الرئيس الفرنسي وقف لرئيس الدولة المصرية للمواطن المصري عم فتاح السيتي اللي راح بيمثل الدولة المصرية ووقف أن هو يستقبله في استقبال تاريخي كل قال عليه أنه هو استقبال تاريخي وكمان الوداع عم مطرون بيكب على السيد الرئيس وبيحتضنه في مشهده من الأخوة والحميمية وبرهنة على مدى الصداقة والنهاردة أما بيقص بينحني للرئيس عم فتاح السيتي أو بينحني لممثل الدولة المصرية دي كلها أمور أثارت فضاء وأحفاد عن المعادلين في الدولة المصرية فمن ثم كانت هذه الهدمة ولا يخفى على أحد أنه النهاردة الأدوات وفي القلب منها ورقة حقوق الإنسان طب معلش بالمناسبة يا أستاذ محمود بالمناسبة دي دولة المصرية راعت قضية حقوق الإنسان كقضية أخلاقية بتحتفظ بحدودها السياسية لكن يعني أنا عايزة أتوقف أمام ده لأن الحقيقة هم بيتغاضوا وزي ما حد كنت بتقول بيغضوا الطرف عن هذا الكلام يعني هم ما أنا بقول لحضراتك أن الفكرة النهاردة أن الفكرة النهاردة هم بيعموا عما تحققه تولة مصرية من إنجازات وكمان بيستخدمه ضدك سيدة رهان بيستخدمه ضدك عدد من العبارات المصاطة والوقائع الغير مصفتة يعني مثلا تعالي النهاردة أما ناخد إشارة على قضية زي قضية لا يخفى على أحد النهاردة مدى الدور الجيد جدا جدا اللي بتلعبه النيابة العامة المصرية في هذه القضية اللي هي فتحت كل الملفات ورحبت بشكل جيد جدا بالتعاون مع كافة الكهات وفي القلب منها طبعا النيابة العامة في الجانب الإطالي النهاردة من الدورة المصرية قدمت كل ما لديها وفتحت كل الأمور لكن لقيت إن الجانب الآخر بيتكلم على أمور غير موثقة غير سافة غير قابلة للقياد في مجرد ما هو عايز تمام إذن هو تأسيس لحقوق الإنسان أنا بشكرك شكرا جزيلا لخبير الحقوقي الأساس محمود البدوي شكرا لك شكرا لك شكرا لك